اشتركوا في القناة في الصور القرآنية والآيات قدرتها عجيبة في الحفظ واختزال كلام المصطفى والمولى عز وجل أخذتنا الدهشة وسكنتنا الحيرة حينما علمنا أن عبد الرحمن يرتل القرآن بهذه البراعة بالرغم من أنه تأخر عن النطق لمدة سنتين ولما فكت عقدة لسانه نطق بصورة الكهف دون تكلف أو إجهاد في مخارج الحروف والسماء والطارق وما أدراك مطارق النجم الساقد إن كل نفسك لما علي أحافظ تلين وإنسان من مخلق خيق من ماء مدافق يخرج من بين الصر والتراء إنه على وجعه لقابة ومثب للسراء ارتزم في تلاواتي الاستعادة من الشيطان الرجيم واحترم أغلب أحكام المد في التلاوة ولا يفوت عبد الرحمن الصلاة والسلام على النبي محمد الكريم عند ذكره أما دعاء ختم القرآن فهو مهضوم بالنسبة إليها غير منقوص بعض من أصدار هذه الموهبة الربانية أن والدة عبد الرحمن وما في بطنها توحمت على الصورة الكهفة كانت مواظبة على قراءتها يوميا تشعر بالراحة والطمأنينة ما إن تفلغ منها ولا يستبعد والد عبد الرحمن أن يكون قرات عينيها قد تأثر بسماع القرآن قبل أن يرى نور الدنيا موسيقى 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 السنة اللي فيه مثلاً صرت الكاف وصرت مريم ونقمان وطباراك ومعارج وجزع عامة يعني النعمة يتسألون حتى حاجة هذه ربانية الملك الحافظ لكتاب الله لن يرتد مدرسة قرآنية من المسجد لا تفارقهم معوذتين ولا ينام قبل أن يقرأ الأذكار توجع عبد الرحمن بلقب فارس القرآن الكريم في الجزائر وببرنوس دهبي ألبسه إياه مقرئ المسجد الأقصى الشيخ بحمد رشاد الشريف بيى نفسه دوماً آيات من الذكر الحكيمة وفي قلبه حب للرسول الكريم وفي وجداله إيمان عميق بالعلي العليم سبحان من خلق فأبدع الخلق حفظ الله عبد الرحمن ورعاها رفق مخوشة لأنبي سي في أسبوع الجزائر